نرجع تاني منتخبنا الوطن منتخب مصر عنده يوم الخميس مواجهة أمام جبوتي بعدها في نفس التصفات كهس العالم مباراة مهمة جدا أمام منتخب سيراليون أميدو كريم المديل الفني لمنتخب سيراليون راجل لعب في الدور المصري اللي هي في الكرة المصرية لعب مع عشبين الكوم لعب مع امبي لعب مع السويس له زكريات عظيمة في مصر هم عايق دلوقتي عبر زوم نسأله عن هايز المواجهة القوية بين منتخب مصر ومنتخب سيراليون يوم الحد القادم إن شاء الله ونسأله طبعا عن ذكرياته في مصر يا فندم مشرفني ومنورني في برنامج رقم عشر على التلفزيون المصري شكرا لك شكرا جزيلا شكرا قبل ما تحدث عن المباراة والمباراة الكبيرة بين منتخب مصر وسيراليون بالتأكيد فرصة سألك عن ذكرياتك العظيمة في كرة القدم المصرية أو في الدور المصري نعم شكرا جزيلا شكرا لأنكم دعوتوني لهذا اللقاء فترتي في مصر كانت رائعة لقبكيت في مصر من 11-12 عام ولعبت بشكل وحبيت مصر بشدة كانت سكريات رائعة في الدور المصري ووسط المصريين لعبت مع لاعبين كثير جدا ولكن لدي عدة خبرات مع جميع اللاعبين وتعد التجارب ولا دايق ذكريات رائعة عن كرة مصرية وأنا أحب كرة القدم المصرية أتذكر أن أنت تقريبا سجلت قبل كده في الأهلي والزمالك لو أنت تتذكر هذا الأمر نعم نعم بالطبع أنا سجلت في الأهلي وسجلت في الزمالك سجلت وكانت أجمل لحظة في حياتي عندما سجلت في مرمى الزمالك أنا كنت في شابين الكوم وسجلت في مرمى الزمالك وعندما سجلت في الأهلي لن أنسى أبدا كنت في نادي غزل السويس هل هدفين لم أنسى أبدا هذة هدفين هل تتذكر الأصدقاء لك في مصر؟ طبعا أنا لدي العديد من الأصدقاء في مصر أنا يونس والعديد وكوفتا والعديد من عصام شعبان والعديد من الأصدقاء في كرة القدم المصرية والأشرام وعليل تركي أنا لدي العديد من الأصدقاء في لعبين سواء أصدقاء أنور سلامة نور سيد كلهم 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 رائعين وأنا أحبهم جدا في مصر نذهب لي المواجهة المهمة جدا أمام منتخب مصر منتخب سيريوني واجه منتخب مصر يوم الأحد القادم في تصفيرات كأس العالم كيف تنظر هذه المواجهة الكبيرة؟ ما هي مباراة صعبة جدا أنا أعلم أنها مباراة صعبة جدا أعلم أن فريق المصر قوي جدا ونحن لعبنا في موجهة مصر والمنتخب المصري لديه العديد من اللاعبين لديه محمد صلاح طبعا الترزيجية لعب رائع ولكن نحن جاهزين المباراة نحن أعدينا لهذه المباراة بشكل رائع ولا أعلم أن هذه المبارتين لن يكونوا سهلين ولكن نحن سنلعب بقوة وأعتقد أن سيكون مباراة عائعة هل ما كنتش تتمنى التواجد في مجموعة واحدة مع المنتخب المصري؟ أنا سعيد أنا سعيد أن أكون مع منتخب حجم وقوة منتخب مصر منتخب مصر لديه اللاعبين أقوى جدا ولذلك أنا سعيد عندما تلعب أمام مصر هذا شيء مهم لنا هذا شيء مفيد لنا في كرة القدم أن تلعب منتخب قوي إذن هذا شيء مفيد لنا من حسابات كرة القدم ونحن جاهزين للعب أمام منتخب مصر هل طموحك في هذه المجموعة أو توقعك في هذه المجموعة أن منتخب سيريرون قادر على الصعود إلى كأس العالم منها؟ أو المرحلة النهائية؟ كل دولة لديها نفس الحظوص في الصعود والتأهل خصوصا أننا بدأنا أن نسعى لهذا وأنا متفائل بشدة أننا نستطيع التأهل هل منتخب سيريرون في الوقت الحالي كامل العدد بكل اللاعبين المهمين في المنتخب؟ أم هناك نواقص لإصابات أو غيابات؟ أسف لم أسمعك هل منتخب سيريرليون منتخب الآن كامل العدد بالنسبة لللاعبين؟ أم هناك إصابات أو غيابات؟ لا لا الجميع جاهز الجميع جاهز الفريق كامل لا يوجد أي إصابات ولا يوجد أي إصابات واللاعبين جاهزين للعب أنا أشكرك شكرا جزيلا أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيريرليون منافس منتخبنا الواطن يوم الأحد القادم في المباراة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ترجمة نانسي قنقر